اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين رئيس الوزراء الاسباني يحل البرلمان ويدعو الانتخابات مبكرة بعد اسقاط مشروع الموازنة العامة اجراءات حكومية باكستانية تهدف الى القضاء على عمالة الاطفال والتسول في الشوارع من خلال برامج لاعادتهم الى التدريس وفي النشر علماء يطورون تقنية ثورية تمكنهم من تحويل ثاني اكسيد الكربون في الهواء الى وقود واكسجان اهلا بكم الميزانية في اسبانيا تفجر الخلافة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئيس الوزراء يطلب من الملك حل البرلمان ويدعو الى اجراء انتخابات مبكرة اسبانيا تدخل في حالة من عدم اليقين بعد اعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة اواخر نيسان ابريل بناء على السلطات التي املكها كرئيس وزراء واستنادا الى مداولات الحكومة اقترح حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة لقد نقلت هذا القرار الى الملك والاقتراح سيصبح مرسوما ملكيا وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا دعوة سانشيز تأتي عقب تصويت البرلمان ضد مشروع الميزانية الذي قدمته حكومة الاقليات بعد فشلها في المحافظة على الاغلبية الضائلة التي يشكلها الاشتراكيون واليسار الراديكالي والاستقلاليون الكتالونيون والقوميون الباسكيون والتي سمحت له باطاحة سلفه المحافظ مريانو رخوي في الاول من حزران يونيو الماضي ووفقا لاستطلاعات الرأي لن يفوز اي حزب بمفرده بما يكفي من الاصوات لتشكيل حكومة ما يعني ضرورة الذهاب الى حكومة ائتلافية جديدة مكونة من ثلاثة احزاب على الاقل ما قد يدخل البلاد في حالة طويلة من المفاوضات وعدم الاستقرار السياسي ويجعل اقتصاد البلاد في وضع حرج في ظل غياب موازنة عامة قال الممثل الامريكي للتجارة روبرت لايتهايتزر في باكين ان مسائل صعبة جدا مازالت علقة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالرغم من الاجواء الايجابية جدا للمفاوضات بين البلدين وقال لايتهايتزر خلال لقاء مع الرئيس الصيني تي جينج بينغ ان لديه شعورا بامكانيته تحقيق تقدم في بعض القضايا المهمة والصعبة جدا وقال الرئيس الصيني ان باكين مستعدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة من اجل حل النزاعات التجارية والتوصل الى اتفاق مقبول اظهر مؤشر بيج ماج الذي تعتمده مجلة ايكونوميست البريطانية لتقييم عمولات الدول ان معظم عمولات العالم مقوامة امام الدولار باقل من قيمتها الحقيقية وهذا ينسحب على العمولات العربية واشارت ايكونوميست الى ان الجنيه المصري اكثر عملة عربية مقاومة دون قيمتها الحقيقية يليه الدرهم الاماراتي فيما اظهر المؤشر ان الفرنك السويسري والاكرون السويدي والنرويجي عمولات مقاومة فوق قيمتها الفعلية انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات معرض صنع في سوريا للالبسة والنسيج ومستلزمات الانتاج بمشاركة 300 شركة عرضت منتجاتها على مساحة 12 الف متر مربع في مدينة المعرض وقد دع اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد المصدرين السوريين نحو 800 رجل اعمال مستورد من 18 دولة عربية الى المعرض المستمر حتى 17 من الشهر الجامع اللي بيميز دورة هذا العام هو اولا حجم المشاركات الكبير والاول مرة بيكون المعرض متخصص في الصناعات النسيجية من بدء الحرب ما يزيد عن 300 شركة مشاركة وهذا عدد كبير من الشركات اللي هي كلها شركات محلية سورية بالاضافة للمساحات اللي عم يشغلها المعرض اللي جاوز 12 الف متر مربع طبعا هذا الموضوع هو دلالة انه بدأت قطاعات الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي تستعيد عافيتها بشكل متسارع وبدأت حلقات الانتاج في القطاع النسيجي وقطاع الالبسة ايضا ترجع تكتمل لانه كان يتميز دائما هذا القطاع في سوريا وان شاء الله متأملين انه العام القادم يكون لسه احسن بما انه هلأ صار فيه شوية ازدهار واستيراد مكانات وصار بلش الشغل يتحسن فنحن متأملين ان شاء الله فالمشاركة اكيد اكيد ضرورية وخاصة لاول شي العالم يعرفونا يعرفوا انه نحن موجودين وبالاخص اذا نحن بهمنا نصدر لبرا فنحن بدنا نجذب الرزبون اللي جاي من برا الرزبون الليبي والعراقي واللبناني وكل الزباعين اللي جاي من برا سنفت الخطوط الجوية الهندية ورحلاتها الجوية الى العراق للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عاما واولى الرحلات كانت الى مطار مدينة النجف وحطت الطائرة الاولى الاتية من مدينة لكناو مساء الخميس في مطار النجف حيث كان في استقبالها عدد من المسؤولين العراقيين وكان على متنها عدد كبير من المسافرين الهند طور باحثون طريقة لتصنيع أوراق استناعية تقوم بانتصاص ثاني أكسيد الكربون من الأجواء وضخ الأكسجين بدلا منها وهو ما من شأنه أن يحسن جودة الهواء ويقوم بتنقيته في الأماكن المغلقة والمفتوح توصل باحثون الى ثورة تقنية جديدة تقوم بعملية التمثيل الضوئي التي تنفذها النباتات بكفاءة عالية من دون الحاجة الى ضوء الشمس لكنها ما زالت في طور الأبحاث التطويرية ولن ترى النور للاستخدام الواسع قبل سنوات الباحثون في جامعة إلينوز في شيكاغو حققوا نقلة نوعية خلال الأيام القليلة الماضية عبر تطوير عملية امتصاص ثاني أكسيد الكربون في بيئة طبيعية بدلا من البيئة المخبرية التي كان يجري فيها ضخ كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المميز في الاختراع الجديد أنه إضافة إلى توفيره الأكسجين الذي يمكن ضخه في الهواء مباشرة أو حفظه في قوارير يستطيع إنتاج أول أكسيد الكربون الذي بدوره يحول إلى أنواع متعددة من الوقود من ضمنها البنزين والميثانال ويقدر أن أوراقا بحجم 170 سنتيمترا وعرض 20 سنتيمترا منشورة على مساحة 360 مترا قادرة على إنتاج كمية أكسجين تنتجها أشجار في مساحة تبلغ 500 متر وهي قادرة على خفض منسوب ثاني أكسيد الكربون بواقع 10% خلال يوم واحد إضافة إلى توفير نصف طن من أول أكسيد الكربون الدراسة تشير إلى أن مواد صناعة هذه الأوراق متاحة على نحو واسع وستكون التقنية هذه أكثر فعالية بواقع 10 مرات أكثر من الغابات الطبيعية في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود داهمت السلطات الهولندية مكاتب شركة استركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشا ترتبط بمشروع مترو الرياض السعودي استركتون الشركة في كونسورتيوم ستنفذ أعمالا بقيمة 7 مليارات و800 مليون دولار حصة الشركة منها لن تقل عن مليار دولار توجه اتهامات بتقديم رشا لمسؤولين سعوديين وتزوير وثائق للحصول على العقد باكستان نحو وضع حد لعمالة الأطفال ومنعها في البلاد إضافة إلى توجيه الأطفال الفقراء إلى مقاعد الدراسة لكن وعلى الرغم من هذا التوجه الحكومي الجديد إلا أن المراقبين يجدون صعوبة في تطبيقه في بلد يعيش تحت وطأة ضغوط اقتصادية واجتماعية صعبة بكر يونس من السلام توجيهات جديدة أمر بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تقضي بالعمل على إنهاء كامل لعمالة الأطفال ودمج الأطفال في التعليم الأساسي وتجريم من يجبرهم على العمل توجيهات لاقت استحسانا لدى الأوساط الاجتماعية لكنها في نظر الكثيرين بعيدة عن الصعوبات الواقعية التي يعيشها الباكستانيون أن القوانين لحماية الأطفال موجودة منذ عامين ولسيما فيما يتعلق بحماية الأطفال من العمالة ولكن هذا لا يكفي فالأهم هو تطبيق هذه القرارات وتنفيذها محمد خان ذو الأعوام السبعة والقادم من منطقة محمد القبلية هو واحد من 19 مليون طفل باكستاني بحسب أحصاء غير رسمي لم يتمكنوا من الوصول إلى مقاعد الدراسة فالحاجة المادية هي الدافع الأساسي إلى مقاسات أعمال صعبة ولكنها تبقى في نظر طفل محمد أفضل بكثير من مقاسات الفقر والعواز أعمل هنا منذ عام آتي من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء وأحصل في اليوم على 300 روبيا أي دولارين وأنا وأسرتي في أشد الحاجة للمال وتفتقر هيئة الإحصاء الحكومية إلى الأعداد الحقيقية للأطفال الذين يواجهون ظروفا صعبة في أعمال لا تناسب عمرهم لكن الإحصائيات غير رسمية تشير إلى ما يقرب من 22 مليون طفل باكستاني يعانون أوضاع معاشية صعبة وعمالة جد قاسية في قطاعات مختلفة في مجتمع يعيش نحو 45% منه تحت خط الفقر يلجأ الكثيرون من الأطفال إلى القصول على عمل يغنيهم عن التسول ويمكنهم من الحصول على قوت يومهم هي معاناة يرى كثيرون أن إنهاءها لا يقتصر على قرار حكومي بكر يونيس السلام أباد الميادين هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسنا المتابعة الميادين دوت نت للمزيد لللقاء